يا أهلا بكم أحكي لكم شوية عن المسلات وقديما ألقيت محاضرة بعنوان من السلة إلى المسلة يعني إيه؟ كنت أقصد أن هذا الاتزان هذا التوازن العجيب والماعة والكوزميك هارموني والبالانس اللي المصري الأديم قدر يوصله هو اللي جعله يرفع المسلة ويحطها في مكانها هو هو نفس الست دي اللي تقدر تشيل سلة على رأسها وما تقعش الاتقان من السلة إلى المسلة وأنا في الأقصر وأعدت أبص هقول أحسن من كده وأنا أطيل النظر أطلت النظر في هذه المسلة الجميلة ورأيت أن ما نقشها وحفر عليها أصبح كده 3D وستيريو حاجة رائعة جدا قلت لعل المسلات التي استدعى بناؤها فائقة دقة لم تكن سوى أهرام مستدقة وبذلك يكون الهرم رمزا مستوعبا بحضوره حضارة مصر في كل عصر المسلات أعمدة ممدودة في السماء نقلت أحجارها على صفحات الماء وكان لها إيماء إذ نصبت زوجين عند مداخل المعابد تلفت العابد إلى بدء الخلق والمسلات دي بهرت أمير الشعراء لدرجة أنه قال في قصيدة المشهورة تجد الذين بنى المسلة جدهم لا يحسنون لإبرة تشكيلة